السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتبعي قناة التعليمية في هذا الفيديو سنتعرف على طريقة إنشاء مطوية نأخذ قطعة ورق أو قطعة من الملف مقوى ثم نقوم بحساب عرض هذه الورقة كما تلاحظون بالمشطرة نقوم بحساب عرض هذه الورقة مثلا إذا وجدت 30 سنتيمتر سوف أقوم بتقسيمها على ثلاثة هي عشرة سنتيمترات عشرة سنتيمترات ثم أقوم بتطير هذه الورقة إلى ثلاثة قطع كما تلاحظون إلى ثلاثة قطع ثم أقوم بطي هذه القطع من الخط الذي قمت بتطيره أقوم بطي هذه القطع الأولى ثم القطع الثانية كما تلاحظون وبهذا نقوم بطي هذه القطع الثلاثة كما تلاحظون ونحصل على مطوية هذه هي المطوية بعد ذلك نقوم بإلساق الصور والصويرات التي نريد حسب الموضوع الذي نريد الإشتغال عليه ونقوم أيضا بإلساق ثم نقوم بإلساق صويرات أو نصوص على المطوية الآن سوف نرى بعض نماذج مطويات كما تلاحظون فهي على ثلاثة قطع كما تلاحظون الصور والنصوص والبحث التي نريد المطوية الأولى أيضا يمكن الاشتغال على ورقة عادية ورقة عادية كمطوية أو ملف مقوى ملف مقوى مطوية كبيرة أو مبارقة بيضاء صغيرة أيضا يمكن تحويلها إلى مطوية صغيرة كما تلاحظون حملة حسيسية حول البيئة فالعمل فهو بسيط جدا بيئتنا مسؤوليتنا الصور والنصوص أيضا ورقة أخرى مطوية أخرى وبالتوفيق لكم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر